موضوع التمارين اللي بنعمله بالصباح الصغير وشرحناه بكل تفصيل علشان القنوات الدمعية قلنا انه هو ده الحل المتاح حتى عمر سنة بعد عمر سنة قلتي لا ممكن لو المشكلة استمرت بيكون فيه تدخلات اخرى تفضلي بقى حضرتك شرح لنا ايه التدخلات يعني بنبدأ بقى بنقول للأهل ان احنا يعني حنفضل كده لغاية سن سنة فمنستعجلش يعني النتيجة بعد سن سنة ممكن نعمل احنا بقى تسليك للقناة الدمعية احنا كأطباء اه كأطباء التسليك ده بيبقى عملية بسيطة قوي هي ستيل عملية بس هي عملية بسيطة يعني لو التسليك ده منفعش ساعات بنعمل تسليك مع ان احنا بنركب انبوبة عشان تحفظ لنا مجرى القناة الدمعية يفضل مفتوح طول الوقت بعد شوية لو ده يعني لو هو التركيب الانبوبة دي ما بتحصلش يعني انتو بتعرفوا بعد اجراء العملية اذا كانت العملية دي فعالة ولا لا ولا اثناء العملية نفسها لا على حسب على حسب درجة الديء او الانسداد يعني يا اما تسليك ممكن تحتاج تسليك بس ممكن تحتاج تسليك ونركب انبوبة ممكن بعد كده بقى يعني في مرحلة متأخرة قوي بنعمل بقى يعني بنركب انبوبة دائمة وبنوصل يعني بنعمل فتحة ما بين القنوات الدمعية والانف دي بتبقى عملية اكبر شوي بس معظم الاطفال يعني عشان برضو نطمن الناس انه 80% من الناس او من الاطفال او البيبيهات اللي بيحصل لهم كده عند سن سنة لو اتبعوا فعلا التعليمات بتاعت الطبيب كويس الموضوع ده بيروح تماما لانه هو ما بيبقاش يعني يعني بيبقى مش حاجة جمدة قوي يعني نقدر نقول بمعنى اخر ان 20% فقط من الاطفال هم اللي بيحتاجوا التدخل الجراحي ومن ضمن ومن نسبة بقى ال 20% دي كتير منهم بيستجيبوا للخطوة الجراحية الاولى وهي التسليك بالضبط يعني النادر هو بقى اللي بيكون فيه العمليات التصعيدية الاخرى يعني